أنا أنصح إخواني مرة أخرى أن تكتب هذه دولة مدنية ماشية عسكرية خاصة هذا الشعار أن يكتب بكل لغات وروحوا لجوجل حطوا الترجمة دولة مدنية ليس عسكرية أو ليست عسكرية تخرجكم الترجمة يابانية، صينية، هندية، أردية، ألمانية، قليانية لغات إفريقية، لغات أمريكية، إسبانية، وكتبوها في أوراق أوراق صغيرة حتى هذه، مثل هذه الأوراق، يعني ورقة كمة هذه تكتب فيها دولة مدنية ماشية عسكرية الفوق وتحتها باللغة الأجنبية الأخرى وحطوها في جيوبكم ما كيش راح يشوفها لما تكونوا في المظاهرات ترفعوها باش العالم أجمع يعرف ويشوف كثير من البلدان والتلفزيونات والصحفيين راحين يفرحوا لما يشوفوا اللغة نتاحهم مكتوبة به كتبوها أيضاً بلغاتنا المحلية كتبوها أيضاً بلغاتنا المحلية، بالقبيلية، بالشاوية، بالترقية، بالمصابية اكتبوها كتبوها باش العالم جميعاً يعرف أن الشعب جزائري يخوض معركة مع عصابة جنيرالات متشاكسة، متصارعة، متقاتلة، دخل بعضها للحباس كنقولوا الآن متقاتلة راح مازالوا برك بالحباسة لكن الخوف أنهم يوماً ما يتقاتلوا بالدبابات لو كان يبقى الوضع مثل هاك قد نجد أنفسنا يوماً ما في أن جهة خارجة مثلاً النحية الرابعة أو النحية الثالثة خارجة بالدبابات أو الثانية أو الأولى لأنه كان جنيرالات اللي باش يدوه العنطر ويعرف أنه يتعذب عذب شديد وهو تحته في سبعين ألف وربعين ألف عسكري يقول لك هاي خاي ندافع لا روح هاي هاو الخوف اللي ممكننا مديننا ليه بين كثير من الأسئلة اللي جي خوتنا اللي يسألوني ماذا يمكننا فعل كجزيرين الناس راهي الحمد لله راهي في الخارج قامت بأشياء كثيرة لكن ممكن عمل كثير من الأشياء أخواني من بين أهم الأشياء هو تعريف العالم بما يجري لأنه كان واحد الويكلو كان واحد التغطية راكم تشوفوا أفضل قنوات اللي وقفت مع الشعوب مثلا واحدة مثل الجزيرة إلى حد ما وقفت معها كثير من الشعوب اللي انتفضت في موضوع الجزائري تشويه وتقزيم وتسغير للحركة أما قنوات الإمارات فهي شيطنة وهي إرادة للفوضى فرانا راه فيه فيه تواطع عالمي كنقول تواطع عالمي دول كاين مستفيدة تريد لهذا النظام أن يبقى ودول ما يهمهاش ودول من الأفضل ليه أن يبقى الشعب الجزائري كما هو أن تبقى الجزائر أملاق مقيد فكاين أشياء كثيرة نقدر نقوم بها وهو التواصل مع صحفيين مهنيين نشر حلم الأوضاع تواصل مع حقوقيين تواصل مع برلمانيين بشرط أن لا يكونوا من الحزب الحاكم لأننا ضد التواصل مع الحكومات أنا لا أريد أنا شخصيا وهذا أيضا موقف حركة رشد نحن لا نتواصل مع الأنظمة ومع الحكومات فقط مع ما هو غير حكومي مع ما هو شعبي برلمانيين اللي ما حزبهم مش في الحكومة صحفيين مهنيين صناع الرأي أحيانا رياضيين أحيانا فنانين نشرحولهم يخرج رياضي الغريب في الأمر هذو كثير من الرياضيين الجزائريين اللي في الخارج ما فيش واحد منهم يخرج ويقول مع الشعب الجزائري استعجبت يعني في كثير من الدول الرياضيين لعبوا دور أو فنانين احنا في الجزائري ما فيش يا كراك عايش في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في اسبانيا أو وراك ما شاء الله عندك دخل ربما بملايين اليوروات في السنة أو الدولارات ما تقدرش تخرج تقول كلمة انتا كلاعب رياضي أو تقول كلمة فيه أخواني كتبونهم لهؤلاء اللاعبين اللي معروفين خاصة تقول لهم شعبكم وين تجميع الأموال معليش بصحتكم جمعوا الأموال تمنوا فقط أنكم تصدقوا على الفقارة شوية لكن وقفوا وموقف مع شعبكم وقفوا وموقف مع شعبكم وألي خرج هذا فلان أو فلان يقول دولة مدنية مش عسكرية ورانا مع الشعب الجزائري حرية شعب الجزائري شعارات الحركة مليح أخواني أنا نتحرجوهم هؤلاء اللي المفروض أقل شيء يقدموه الشعب أنهم وهم في بلدان حرة أو في بلدان عايشين فيها هم كالملوك أن يقدموا شيء لشعب الجزائري وهو يعرفوا البلدان اللي رأي فيها والناس اللي رأي فيها بمعركة الشعب الجزائري لأنه قد يأتي وقت لا قدر الله تكون الأمور فاتت خلاص كينتصر الشعب خلاص ما عنده ما يدير بهذا الفنانيين والرياضيين اللي في الخارج مع تحياتي لقلة قليلة من الناس اللي هم هذا وصلنا على رأي اللي واقفين مع الشعب الجزائري قليلين جدا ممكن يحسبون على اليد الواحدة وأيضا أريد أن أشكر كل أخواتي وإخواني وكانوا صراحة بالمئات اللي ردوا على ما قلت قبل اليوم أو الأمس في اللايب وهو أنه إذا قامت هذه العصابة بأي عملية إرهابية أني أنا شخصيا مستعد أني نروح نضع مش مستعد سأضع سوى ثلاثين جنرال اللي هم حاكمين البلاد اليوم سنضحها في المدن كل المدن أنا شخصيا اللي نقدر نسافر لها رح نضحها فيها فكثير من إخواني رسلوني وأخواتي قالوا إحنا رانى كل واحد اللي قال لي وين اللي قال لي راني في سكوتلندا اللي قال لي راني في بلجيكا اللي قال راني في ألمانيا اللي قال في بريطانيا في إسبانيا في فرنسا في روسيا حتى في أستراليا قالوا نمستعدين وعدد كبير جدا طيب إحنا بالنسبة إلينا إذا ما قاموش بعمل إرهابي معلش ما زال رانى معهم في لكن إذا قاموا بعمل إرهابي رح نضع صورهم ثلاثين صورة على الأقل الكبار جنرال اللي كتبوا لها قتل مجرمين ولينشرها إخواننا في كل المدن اللي يقدروا ينشروا فيها بما فيها طبعة الحال وأولها الجزائر ولكن في الخارج خاصة وهم يرعبهم أن يروا صورهم وأسمائهم مكتوب عليها قتل أو مجرمين في الخارج خاصة أن أولادهم هناك وأموالهم هناك والنهب أموال شعب جزائري هناك لنهبين يعني وعرفوا بالليكون يديروا عمل إرهابي يحرم عليهم الخارج والخارج بالنسبة إليهم هو الجنة خاصة فرنسا وسويسرا وبريطانيا تعتبر جنة بالنسبة إليهم ستمنع عنهم جنتهم إذا ما مارسوا أي عنف خاصة العنف الإرهابي ضد شعب جزائري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر